تتبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في صفحة 176 سنشتغل على اسم المفعول صياغته أقرأ وألاحظ تسير المركبات الفضائية بصواريخ سريعة تعرف طريقها المسلوكة بواسطة الآلات أو بواسطة آلات مدهشة تقطع المسافات الطويلة بشكل مضبوط ومنظم بعد قراءة النص سنتقل إلى الجدول ونملأه أتأمل جيدا محتوية الجدول الآتي وأملأ فراغه بما يناسب الفعل نوعه اسم المفعول صياغته ودلالته سلك نحيد في الفعل يتكون من ثلاثة أحرفين فهو ثلاثي اسم الفاعل منه مسلوك صياغته يصاغ على وزن مفعول الذي مؤنته مفعولة إذن يصاغ اسم المفعول من الثلاث على وزن مفعول ضبط ثلاثي أيضا على وزن مفعول مضبوط من خلال النص مضبوط ثم نظم إذن فنظم فهو غير ثلاثي سنكتب غير ثلاثي غير ثلاثي فهو رباعي لأن الشدكت تعتبر حرفين نظم نظظم 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 إذن غير ثلاثي فيصاغ من غير الثلاثي لاحظوا منظم فليس على وزن مفعول وإنما منظم يساغ على وزن فعليه المضارع مع إبدال حرف المضارع عميما مضموم قلنا اسم المفعول من نظمة منظم فلاحظوا يساغ على وزن فعليه المضارع مع إبدال حرف المضارع عميما مضموم وفتح ما قبل ما قبل آخره ما قبل الآخر إذن نفتح ما قبل الآخر فنظم إذن الفعل نظم ينظم نظم ينظم مضارع وينظم اسم المفعول منه نبدل حرف المضارع عميما مضموم ونفتح ما قبل الآخر منظم منظم فنظم منظم إبدال حرف المضارع عميما مضموم وفتح ما قبل الآخر إذن توصلنا من خلال هذه الأمثلة إلى أن اسم المفعول يصاغ من التلاتي على وزن مفعول ومن غير التلاتي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارع عميما مضموم وفتح ما قبل آخره السنتج اسم المفعول اسم يدل على ما وقع عليه الفعل ويصاغ من الفعل التلاتي المتعدى على وزن مفعول مؤنته مفعولة ويصاغ من الفعل غير التلاتي على وزن فعله المضارع فعله المضارع مع إبدال حرف المضارع عميما مضموم وفتح الحرف ما قبل الأخير مؤنته تضاف إليه التاء المربوطة في آخره وطبق آتي باسم المفعول مما يأتي استخرج فقديرجعوا لمضارع يستخرج مستخرج لأنه غير تلاتي سمع تلاتي مسموع سمع مسموع عد إذن عد أو عدد عد مفعوله معدود مسموع معدود عد معدود ثم سأل مسؤول سأل مسؤول إذن مسؤول استخرج مستخرج يبدأ الحرف المضارع عميما مضموما وفتح ما قبل الآخر سمع على وزني مفعول لأنه تلاتي عد أيضا تلاتي معدود ومسؤول أيضا تلاتي ثم أستثمره أبين طريقة صياغة اسم المفعول من الأفعال الآتية شريبة استعمالة أكرمة بعثرة عالجة أبين طريقة صياغة اسم المفعول من الأفعال الآتية شريبة فهو تلاتي إذن على وزني مفعول على وزني مفعول في شريبة إذن شريبة قد نبحث على الأفعال التلاتية شاربة كذلك إذن شاربة فقط لو تلاتي إذن على وزن مفعول نقول شاربة مشروب مشروب أما ما تبقى يستعمل أكرم بعثر علجة بقية الأفعال بقية الأفعال غير ثلاثية غير ثلاثية على وزن المضارع بإبدال حرف المضارعة ميمن مضمومة وفتحي وفتحي ما قبل ما قبل الآخري وفتحي ما قبل الآخري إذن استعمل مستعمل أكرم مكرم بعثر مبعثر عالج معالج أعطي أفعال أسماء المفاعل الآتية مع تبيان نوع الفعل ثلاثي غير ثلاثي مأكول إذن مأكول ندير هنا يا اسم اسم المفعول وهنا الفعل مأكول 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 ومشروب إذن مأكول أكل على وزني من فعل مأكول نوعه ندير نوعه أي نوع الفعل الفعل هنا نوعه ثلاثي ثم مستخرج مستخرج فكاللحظة هنا إبدال حرف المضارع عامي من الضمومة وفتح ما قبل الأخير استخرج استخرج فهو غير ثلاثي غير ثلاثي استخرج مستخرج ثم مصنعة إذن مصنعة صنعة مصنعة مصنعة الفعل هنا صنع يصنع لو قلنا صنع مصنوع لكن صنع يصنع فهو غير ثلاثي أيضا غير ثلاثي ثم معاد عادة يعود معاد إذن عادة معاد فهو ثلاثي ثم محتملون محتملون الفعل احتمل غير ثلاثي غير ثلاثي ثم معبود معبود عبد 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 الله إذن فهو ثلاثي الله هو المعبود إذن معبود مفهومة فهم مفهومة مفهومة الفعل فاهيم فهو ثلاثي أيضا على وزني مفعول مقايضاني 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 مقايضون إذن قايضة قايضة فهو أيضا غير ثلاثي غير ثلاثي مقايضاني مستحلف مستحلف استحلف استحلف أيضا غير ثلاثي إذن ندي الأفعال وهذا اسم المفعول من كل فعل ونوعه مأكل أكل مستخرج مصنعة صنع غير ثلاثي يستخرج غير ثلاثي صنع غير ثلاثي عاد ثلاثي احتمل غير ثلاثي معبود عبد ثلاثي مفهومة فهم ثلاثي ومقايضاني قايضة غير ثلاثي ومستحلف استحلف فهو غير ثلاثي أيضا تنتقل إلى ثالثا الأفعال التي يمكن صياغة اسم المفعول منها وحيط الأفعال التي يمكن صياغة اسم المفعول منها أكل إذن أكل مأكول قام قائم ومقام أيضا يمكن صياغة اسم المفعول منها نام نائم ومنوم منوم يمكن أيضا صياغة اسم المفعول منها سمع مسموع باع بائع ومبيع كل هذه الأفعال يمكن صياغة اسم المفعول منها وبهذا أن ننهي تمارين صفحة 176 نلتقي في صفحة 177 كما أذكركم بأنه إمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندق الوصف أو بالرجوع إلى البلايليست إلى اللقاء